ومن المنامة إلى عمان وفي محاولة لعدم تغيير العادات والتقاليد في عيد الأضحى وذلك بحكم الواقع وسرعة الحياة إلا أن هناك من يحاول التمسك والمحافظة عليها وتعليمها للأجيال القادمة ففي قرية سالب بشرق العاصمة الأردنية عمان ما زال الموروث البدوي الأصيل في هذه المناسبة حاضراً التفاصيل في التقرير التالي تصدح المآذن بتكبيرات الأطفال والتهاليل في قرية تملأها السعادة فرحين بأبسط الأشياء معلنين قدوم عيد الأضحى بأبهى حلة وأجمل ترحيب بداية العيد لدينا عادات تخاليد مثل أي مجتمع وعشائري إذا كان عندنا متوفي تكون له في ضحية في عيد الأضحى ناقة واليوم نحن كان عندنا ضحية للوالد رحمة الله عليها تدينا بصلاة العيد ومن ثم اتجهنا إلى بيت الكبير بيت الوالد واجتمعنا إحنا والأخوة والأخوات والعشيرة مثل ما شفتوا ونحرنا وهذه هي عاداتنا وتقاليدنا في قرية سالم شرق العاصمة الأردنية ما زال المنروث البدوي الأصيل حاضرا إرث يحرص أولاد الشيخ سالم الجربي على عيشه بكل تفاصيله فبعد الانتهاء من طقوس الأضحية ترتسم الابتسامة وتتعالى أصوات الترحيب بالضيف والقريب والجار حفاوة في عيد أجمل ما فيه تقاليد ما زالت حية في وجوه الأطفال حتى نلتقي في صباح كل عيد في دوان الشيخ زيكا بنسلم على بعضنا الزلم الكبار ونتبادل التهاني والتبركات وكل واحد مننا بعد ين بتيسر إلى أرحمه هذا تراثنا وموروثنا من أبائنا وأجدادنا هو هذا الزي البدوي هذا هو أصل لبسنا الطبيعي أول ضحية للمتوفي يذبحون له ناقة ونحن ما بعدنا عن الأعراف والعدات والتقاليد وذبحنا لمرحومة ناقة وإن شاء الله نطلب من الله أنه أجروا ثواب الناقة أنه يصل الوالدتي والله يرحمه وعلى لقمة واحدة يجتمع أهل العشيرة ولكل واحد منهم حكاية تربطه بعيد الأضحى كيف كان مع الأجداد وكيف لابد له أن يستمر بعاداتهم وتقاليدهم البدوية التي ستجمعهم لسنين مقبلة رغم مرارة هذه القهوة وحضورها المميز في العيد إلا أنها لها نكهة خاصة فيها لمة الأهل حاضرة بعادات وتقاليد لا تموت وإن كان حضور العيد لأيام معدودة من كل عام شاري العجارمة تلفزيون البحرين عمان ترجمة نانسي قنقر